يقول الله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هذه الآيات أقوى حجة على المشركين الذين يتركون الله في الدعاء والالتجاء ويلتجؤون إلى غير الله ويتضرعون إلى غيره بالدعاء من الموتى ومن الغائبين ومن الأولياء والصالحين أو غير ذلك ولما ثبتت هذه الآياته في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أمثالا تهد الجبال وتهزم الأبطال وليس ذاك بكثرة العدة أو العتاد وإنما ذلك بقوة الإيمان والعقيدة في الله تبارك وتعالى فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أتى الكعبة واسلم الحجر لأسود وقبله كما هي السنة قال والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال لي يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف وهذا خالد الوليد رضي الله عنه وعن الجميع لما دخل المعركة ضد الكافرين أتاه كافر وقال له إنكم تزعمون أنكم تتوكلون على ربكم وهو حسيبكم فاخذ هذا السمّة وتوكل على ربك ليحميك من هذا السمّة فأخذ خالد السمّة وقال حسبي الله ونعم الوكيل ولم تكن مجرد كلمة تقال باللسان كما يقولها الآن كثيرٌ من الناس ولا يأبهون لمعناها ولا يطبقون مقتضاها ولا تعتقدها قلوبهم وإنما كلمة تقال لا لم يكن هكذا وإنما كانت كلمةً خرجت من لسانٍ قد صدق القلب ووافق الأركان والجنان فخرجت في محلّها وعملت عملها لأنه توكل على الله فقال حسبي الله ونعم الوكيل وشرب السمّ ولم يُصِبه شيء ولم يُصِبه شيء والآن كثيرٌ من الجماعات والطرق في أذكارهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبالشدائد والكُربات ينادون غير الله فلا إله إلا الله هنا كلمةٌ قالوا قالوها ولكن قلوبهم لم تفهمها وجوارِحها لم تعمل بها بل خالفوها وكفروا بها بعدما قالوها بل رددوها ألاف المرات فهو ليس كلاما يقال باللسان فقط وإنما اعتقاد قبل أن يكون كلاما وعمل قبل أن يكون أقوالا وإنما اعتقاد وعلم وعمل ثم قول يوافق ما كان في القلب هنا قال الله تعالى في هذه الآية القاتلة لكل باطل الهادمة لكل منكر ولكل شبهة يتمسك بها مشركوا زماننا ومن قبلهم والذين تدعون من دونه أي من دون الله من دون الله تدعون غير الله من الموتى والصالحين وغيرهم قال الله قال الله والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير والقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة تلك النواة التي في داخل التمرة عليها لفافة الذين تدعونهم من دون الله سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو ملائكة أو كانوا أولياء أو صالحين قال الله ما يملكون من قطمير وهذه أقوى حجة على الإطلاق لأن الذي يلتجئ إلى غير الله تعالى إنما يلتجئ إليه لأحد أمرين أو كليهما إما لجلب نفع أو لدفع ضر نزل أو خاف نزوله فالذي لا يملك قطميرا لا يملك ضر ولا نفع الذي لا يملك قطميرا لا يمكن أن يستجيب دعاء لأنه لا يملك ومن شروط المجيب للدعاء أن يكون مالكا أولا وأن يكون قادرا على الإعطاء ثانيا وأن يكون سميعا وكل هذا لا يتوفر في أحد غير الله كائنا من كان حتى لو كان وليا صالحا لذلك قال الله عز وجل وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ لأن المُلْكَ كُلَّهُ لِلَّهُ قال تعالى ما ننسَهُ من آيةٍ أو ننسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ قدير ألم تعلم أن الله له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ قال تعالى قل اللهم مالك الملك مالك الملك قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيامٍ ثم السوى على العرش يُغشي الليل النهار يطلُبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم وما مسخراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ومع ذلك كله يذهب الناس إلى غير الله ولا أعجب كثيراً إذا كان هناك دعاةٌ للضلال وأئمةٌ للشرك كهذا الرجل الذي ملأ إعلامنا هذه الأيام لا أقول على حين غفلة وإنما على يقظةٍ من الناس ومرأة ومسمع وموافق ومعاونة ودعمٍ مديٍ ومعنويٍ وحسيًا ليُضلِّل هذا الرجل الضال أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل على قناة النيل الأزرق يجوز أن يُدعى غير الله ويُقال يا ويُقال يا الشيخ الفلاني أغثنا إلى آخر ما قال من الشرك بالله قال والدليل على ذلك أدلة وهذا الرجل الضال يُعارِض هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يُنبِّئك مثل خبير ويُحارِب الله في كل قرآنه ويُحارِب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي توحيده وفي شريعته وفي عبادته وفي صلاةه وفي صيامه وفي زكاته وفي حجه ويُحارِب الإسلام جُملةً وتفصيلًا ولذلك لما رأى أوباما أكبر كافرٍ على وجه الأرض الرئيس الأمريكي أن هذا الرجل الضال السوداني يُحارِب الإسلام ما كان من أوباما إلا أن دعاه زيارةً وتكرمةً له إلى الكونغرس الأمريكي والناس ينظرون ويتفرجون بل أكثرهم يوافقون فكيف تنزل البركة على بلدٍ مثل هذه البلد أو على دولةٍ مثل هذه الدولة وغيرها من دول الإسلام وغيرهم إذا كنا نُسطِّر للشرك بالله وندعم عبادة غير الله قال هذا الرجل يجوز دُعاء غير الله يعني من الموتى ومن الغائبين ومن ومن قال والدليل على ذلك أدل الأول قال حديثٌ الرواه قال ابن تيمية الرواه ابن تيمية من كتابه الكلمة الطيب قال عن الهيثم ابن حنش خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال له أذكر أحبَّ الناس إليك فقال محمد فذهب خدره قال هذا الرجل قال الرجل لما قال له ابن عباس أذكر أحبَّ الناس إليك قال يا محمد قال فهذا دُعاء هذا الرجل دعا غير الله دعا محمد فذهب خدره هذا الأثر نقله ابن تيمية عليه رحمة الله نقلاً وما أراد به دعاء غير الله لأن ابن تيمية في الفتاوى الجزء 15 الصفحة 49 خمسين ينهى عن دعاء غير الله ويتكلم عن التجاء الصوفية إلى غير الله ودعائهم للأولياء والقباب والأضرحة وبين أن هذا كله شرك وكفر بالله أما نقله لهذا الأثر لأن الأثر ليس فيه دعاء لغير الله أصلاً هذا الرجل تذكر فقط ولم يدعو غير الله وكانت العرب يقولون إن هناك عرقاً في جسد الإنسان إذا خدر وتذكر الإنسان محبوبه الذي يحبه سار الدم في هذا العرق بكثرة أو قوة إلى غير ذلك وذهب الخدر من ناحية طبية تجريبية وليس من ناحية شركية أو دعاء لغير الله ثم هذا الأثر ضعيف كما ذكر الخطيب البغداد في الكفاية قال إن لهيثم بن حنش ضعيء مجهول مجهول فالأثر ضعيف وهناك أثر ثاني أن عبد الله بن عمر كان عنده رجل فخذرت رجله فقال أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فذهب خذره قال العلماء هذا الأثر مكذوب وباطل وموضوع لماذا؟ قالوا لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي قال يحيى ابن معين رحمه الله كذب خبيث أبو إسحاق السبيعي فهذان الأثران ليس بصحيحين فيستدل هذا الرجل في الفضائيات السودانية بالأدلة الباطلة ويترك الأدلة الصحاح كهذه الآية الواضحة أوضحة من الشمس في رابعة النهار والذين تدعون من دونه احفظوها ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على سبيل الإفتراض ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهذه الآية كقول الله تعالى من سورة الأعقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعدان وكانوا بعبادتهم كافرين وكقول الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاسمعوا له إن الذين تدعونا تأمل في القرآن الواضح إن الذين تدعونا من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون واضح القرآن اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وعلاه أما بعد وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب والمطلوب هو الذي يدعى من دون الله وليست مشكلتنا مع الأولياء حقيقة وليست مشكلتنا مع الصالحين الذين يوحدون الله ولا يسألون غيره وإنما مشكلتنا مع الذين يلتجعون إلى غير الله ولو التجوا إلى الأولياء لأنهم تركوا الله ودعوا الناس إلى عبادتهم من دون الله كما قال قائلهم مريدي تَمَسَّكْ بِي وَكُنْ بِي وَاثِقَةً لأحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظٌ لما يخافه وأنجيه من شر الأمور أحد رؤوس الطواغيب الخمسة الذين ذكرهم ابن عباس قال من ادعى علم الغيب ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن عبد من دون الله وهو راضٍ وإبليس ومن حاكم بغير ما أنزل الله يدعون الناس إلى عبادتهم وهذا الرجل على قناة النيل الأزرق يدعو إلى دعاء غير الله وعبادة غير الله قال هذا الرجل الدليل الثاني على جواز دعاء غير الله وعلى جواز الاستغاثة بغير الله قال إن الصحابة في غزوة اليمامة كان شعارهم يا محمداه هذا دليله على جواز الشرك وهنا يا محمداه قال ابن مالك في ألفيته والخلاصة كما فسره ابن عقيل في شرع على الألفية والخلاصة قال هذا من باب المنادة هذا من باب المندوب قال والمندوب هو المنادى المتفجَّع عليه أو المنادى المتفجَّع المتوجَّع منه أما مثال المنادى المتفجَّع عليه كقولهم يا محمداه وليس دعاءً لغير الله وإنما هو شعار من باب المندوب ليتذكَّروا دين محمد ولم يستغيثوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقولوا يا محمد أغثنا أو يا محمد أنصرنا على الكافرين أو على مسيلم الكذاب أو على غير ذلك وإنما كان شعاراً من باب المندوب وصيغة المندوب معروفة عند العرب قال ابن عقيل فأحياناً تُخْتَو بالألف إذا وصلت وتُخْتَو بالألف والهاء يا محمداه إذا وقفت أما مثال المنادى المتوجَّع منه كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة وهي تقول وَا رَأْسَاه هي لا تنادي رأسها من دون الله وإنما هذا مندوب منادى متوجَّع منه لأن رأسها كان يوجعها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه فتأمَّل إلى ضلال هذا الرجل على قناة النيل الأزرق كيف يضلل أمة محمد ويستغل جهل كثير من المسلمين بعقيدتهم وتوحيدهم ودينهم ويتغافل عن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا اللهم صلِّي وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وآتِ نفوسنا تقواها زكِّها اللهم ربنا إنك أنت خير من زكاها أنت وليُّها ومولاها واجعل بلادنا السودان سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء وارفع منا البلاء والغلاء والوباء وكثير الأدواء بل كل الأدواء يا أرحم الراحبين يا رب العالمين وقموا إلى الصلاة أرحمكم الله